تواصل ميليشيا الحوثي شن حملة احتقالات واقتطافات واسعة تسادف الناشطين وشخصيات الوطنية في مناطق سيطرتها وذلك بعد الاحتفال بالعيد الوطني الثاني والستين لثورة 26 سبتمبر رغم مرور شهر على المناسبة وقالت مصادر محلية أن الحملة الحوثية شملت مدن صنعاء وإب والضالع وغيرها وثارت هذه الحملة موجة من انقضب والاستياء الشعبي في اليمن كما دعت منظمات حقوقية المجتمع الدولي إلى الضغط على الميليشيا الحوثية لوقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وإطلاق صراح جميع المعتقلين السياسيين ومحسبة مرتكبي هذه الجرائم